قراءات مبين مقاطعة دعوة للمشاركة عدم تقديم مترشح لهذه الرئاسيات ما خلفية هذا القرار اللي قلت بصريح العبارة أنكم ماشيين وتدعمون هذه الرئاسيات وبالمعنى الكرة اليوم رهي في مرمى المواطن الجزائري للتوجه اللي سندق الاقتراع واختيار المرشح الأنسب ما خلفية هذا القرار لا الخلفية هي الحديث كان حول هل نقدم مترشح باسم جيل جديد أم نكتفي إلا بطرق الاختيار للمواطن والمناضر فلماذا لن نقدم مترشح لأن هذا هو الإشكال شفنا أنه في الحقيقة والضيوف اللي سبقوني وخاصتين الأول منهم وضح أنه اللعبة مغلوقة يعني انتهت اللعبة قبل البداية تحمل أسئولية ما صرح به رئيس حزب قال ذلك وكل رؤساء الأحزاب عندهم رؤيتهم فيما يتعلق بمجرية العملية الانتخابية أنا نحتاج رؤية حزب الجيل جديد لا يستنق إلى أي رئيس حزب لا 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 خدل سيجلالي نحن رأنا في حوار مفتوح واني نأكد لك يعني أنه المعلومة الآن واضحة أنه هناك يعني ظروف مهيئة باش رئيس الجمهورية يدير عهدة تانية هذا الدستوري من حقه ورح يدخل يعني في العملية فحنا شفنا أنه الظروف باش يكون نقاش حول برنامج أو يكون هناك يعني تبادل الرأي إلى آخرين هذه الفرصة لم تتاح فإذن لماذا ندخل في عملية وين ما نقدروش يعني نقدموا حقيقة قلب البرنامج ولا المشروع إلى آخرين فمن الأحسن أنه نترك الأمور يعني مدام أنت تعرفي أنه رئاسيات فيها موازين داخل الدولة وخارج الدولة وفيها ظروف دولية وظروف داخلية فببعض الأحيان الإنسان يعرف قدروه من الأحسن هل هذا دليل بطريقة أو بأخرى أنه اليوم حزب جيل جديد ما يقدرش ياخد غيما الرئاسيات لا يستطيع؟ مايش لا يستطيع الإنسان يدخل في منافسة سياسية عندما كل الظروف كن متاحة وهذا لك كل الجزائرين والله العظيم يعني بدون من نطيل في هذا الأمر لأن كل جزائر يعني عارف على بلو أنه الأمور محسم الله وانتعلم